أم محمد تسأل تقول يعني معلوم بأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن التقويم تقول هناك مصطلح يعني متداول طبي يقولون بأن هذا الشخص فيه عيب خلقي تقول هل هذه العبارة جائزة أختي أم محمد بارك الله فيك يعني بعض العلماء يرى بأن هذا من الألفاظ التي هي مما يتجوز بالتعبير بها ومما لا حرج في ذلك يقول لا يقصدون إضافة العيب إلى الله عز وجل تعالى الله وإنما يقول هذا نقص في الإنسان يعني هذا عيب في الإنسان من أصل الخلق يعني ولد هكذا ولد هكذا هكذا بعض الفقه المعاصرين يرون بأنه لا يشدد في مثل هذا الأمر لو قال عيب خلقي وبعض العلماء يقولون لا قول عيب خلقي لا يستقيم مع ما ذكرت من قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأيضا بأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار وأن لله الحكمة البالغة في اكتمال أعضاء هذا وفي نقص أعضاء هذا وفي طول هذا وفي قصر هذا وهكذا فالأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذه اللفظة لفظة عيب خلقي بارك الله فيك